عملية الشاملة سينا 2018 زي ما قلت لحضراتكم متحدث باسم القوات المسلحة العقيد تام الرفاعي النهاردة كان بيعلن في مؤتمر صحفي نتائج العملية العسكرية على مدى الأربع أسابيع اللي فاتوا اللي بدأوا من أربع أسابيع بالزبط على مستوى أنحاء الجمهورية لكن طبعا بتركيز أساسي في سينا المتحدث العسكري قال إن القوات المسلحة قدرت تمنع أصول أي دعم للعناصر الإرهابية في سينا قطعت كل خطوط الدعم قامت بالتأمين الخاص بالمجرم ملاحي لقناة السويس كما تفعل دائما لكن مع كمان تكثيف للدوريات والكمائن المختلفة تمشيط الأماكن السكنية بالكامل القوات الحالية بتحاصر في المناطق الجبلية أي بؤر إرهابية موجودة عرض عدد من النقط الأساسية سواء ما يرتبط بتدمير فتحات الأنفاء ما يرتبط بمزارع البنجو زبط ملايين 2 مليون وأكتر 150 ألف أورس مخدر عمل حفر كامل في الأربع أسابيع النهاردة احنا في نهاية الأسبوع الرابع منذ بيت العمليات وهكون بالقاءة ضوء على نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة والتي تتلخص في الآتي تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية القضاء عالمية وخمسة فرد تكفيري القبض على 2329 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية وهذا السياق في أننا تم الإفراج عن عدد كبير من العناصر المكبود عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا مع تسليمهم كافة المتعلقات الشخصية تدمير 1907 وكر ومغزل للعناصر الإرهابية تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والزخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع الأبوات الناسفة مع اكتشاف وتدمير اتنين مركز إعلامي واثنين مركز إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة السي فور والتي ان تي والأسلحة والزخائر مختلفة الأعيرة واكتشاف وتدمير وضبط عدد 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 41 عرب دفع رباعي محملة بالأسلحة والزخائر على الحدود الغربية والجنوبية وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرد أثناء محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء ده طبعا بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وتم تدمير 116 مزرعة لنبات البنجو المخدر وضبط 51.6 طن من المواد المخدرة و2 مليون و150 ألف كرس مخدر ونتيجة الأعمال القتالية البسيلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 أخرين أثناء مدهمة البور الإرهابية وتعزي القوات المسلحة شهداء الأبرار وتتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة اشتركوا في القناة